اشتركوا في القناة ده طل زي ما انتم شايفين طل طري جدا ناعم جدا وكمان فيه لكرة شايفين المتر من ده بعشرة جنيه بس في اي مكان بقى يعني مش هنقول خمستاشر وعشرين والكلام ده بعشرة جنيه بس اهو زي ما انتم شايفين طري وفيه مطة طيب اللي هنعمله بواقي الطل ده هنعمل الطلحة اللي انتم شايفينها دي اللي بتتباع غلية وهي عبارة عن نفس الطلة بعشرة جنيه اهو نفس الحكاية وكمان طبقة واحدة بتتباع بسبعين جنيه وكمان ممكن توصل لمت جنيه في المحلات الكبيرة شايفين وهي مش مكلفة اي حاجة وتقدار تعملي منها طرح بيضة وتقدار تعملي منها مشروع قبل مدرسة او ممكن تعملي منها اه طرح عامة في كل الالوان بسهر رخص جدا 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 والنهاردة هننفذ مع بعض ونشوف مع بعض ولكن بفكرت باللايك ونبتدي يلا اول حاجة بشوف طول الطلحة وطبعا بعيد عن الدمتل ده خالص اهو بشوف كده طول الطلحة الغالية قوي قوي دي اللي بتتباع يعني مش عارفة على اي بقى ولا هي فيها اوبر ولا هي فيها اي حاجة دي خياطة مكان عادية جدا شوفوا مفيش مش مكملة متر ونص المزورة عبارة عن متر ونص هي مش مكملة خالص يدوب بالزبط مية سبعة وتلاتين سنتي مية سبعة وتلاتين سنتي وده دنتل تمام زي ما انتم شايفين عبارة عن خياطة عادية خالص اهي بالمكانة كمان العادية يعني مفاش اوبر ومفاش اي تكلفة خالص خالص واللون اللبيد منها كمان جميل جدا طبعا روحت عشان اجيب طرحة اه لحبيبة عشان المدرسة طبعا عجبها قوي طرحة دي فاروحت بقى لقيت الاسعار غاية في الروعة قلبت بقى في الشنط اللي عندي لقيت الطل اللي انا عملاها ده باقي منه كتير الوان كتير جدا فقلت عمل لها حاجة تروح بيها الدرس وحاجة للمدرسة وبدون ما اكلف اي حاجة شايفين اهو باخد بس الطرف ده كده علشان اشوف القياس بتاعي انها الابيض القياس كبير وهيكف الطرحة وزيادة كمان ممكن عشر طرح تمام اهو بنقود هنا الطول انا بقى برحتي هنا بقى في حكتي اللي دايما بميزها بطريقتي اعملها بقى متر ونص مترين انا بقى برحتي هنا في الحاجة اللي انا عايز اعملها لنفسي تمام تمام دايما حاجتك من ايديكي بتكون مميزة دايما تاعملها بمتر ونص مترين انا بقى باخد علامة اه الطرح تلع موضة بالشكل ان انتو شايفينه ده شايفين انا بزود برحتي خلاص عايزة بقى عرضي الطرح اهو والعرض تلاتة وستين انا شايفة العرض كويس مش هحتاجة زود عليه ولا حاجة لا والجميل كمان انت مش محتاجة تجيبي دونتن غالي ولا حاجة لانك مش عايزين نقلت مش عايزين نعمل حاجة اللي منشوفها بالزبط انا هعمل عرض خمسة وستين علشان التانية تمام هنا خمسة وستين لو عايزة تتققى ليها شوية وما بتلبسيش بندانة تحتها بكلمك على الحاجة اللي هتمريها لنفسك كمان اهي بالشكل ده وتبقى تقيلة وحلوة جدا عارفين المتر الطول ابعاشرة جنيه ده هيعمل كزا طوحا الدنتين لو انت حابة تعملي دنتين انت مش محتاجة زي ما قلنا تجيبي دنتين غالي ولا حاجة شوفو بواقي عندي برضو ده المتر منه بسبعة جنيه لو حابة تحطيها بالطرف بالشكل ده اهو تمام وفي كمان بواقي الفصال اللي انا عملته قبل كده بالفصينات بتاعته اهي لو حابة تحطيها كده ولو مش عايزة اكلف خالص ولا اي حاجة شايفين بواقي الطول هي دي اللي انا هكشكش منها وهواركو زي اكشكش منها واخلي شكلها حل واخترع موديل ومش محتاجة اقلة اي حد تمام طيب هنقص دلوقتي اهو ونساوي كويس قوي علشان المستطيل بتاعنا يكون متساوي وشغلنا يكون مزبوط ولما حد يراجع وراء شغلنا يلاقي مزبوط اهو زي ما انتم شايفين قصينا اهو دول تقدر تعمليهم طرحتين زي الجاهزة اللي انتم شايفها كده شفافة وخفيفة وشايفين من وراها خفيفة جدا تقدر تعمليها بطبقة واحدة او لو عايزة تقليها كده اياه لشان شارك ما يبانش او حاجة بتكون بالطبقتين بالشكل تمام طيب في عندي الجزء اللي انا قصيته من هنا هو اللي انا هعمله كورنيش اهو شايفين ليه طرف كمان اه طل مش محتاج اوفر مش محتاج اه تعقيد خالص خالص اهو زي ما انتم شايفين كده واعمل كشكشة وطرحة هتكون في منتهى الجمال بازن الله وبعدم اتكلفنا اي حاجة وتعالوا نشوف التنفيذ على المكانة اهو بخية الطل سهلة جدا ما غيرتش ابرة ما غيرتش اي حاجة اهو شايفين الخياط عادية جدا الفيديو بتاع المكانة هتلاقوه موجود في القناة باسم الشريط مكانة جديدة هتلاقو كل التفاصيل عن المكانة اهو خلاص خياطة الطول كله هقلبها بقى زي ما قلتلكو تنفع طرحتين زي الجهزة اللي انتم شفتوها لكن لاني هعمل حاجة لنفسي فانا عايزاها تكون مميزة عن الحاجة اللي انا بشتريها من بره تمام اهي بالشكل ده وكمان البندانة التورك اللي انتم عارفينها صغيرة برضو عملتها في القناة وهتلاقوها موجودة وبالشكل ده انت مش هتشتري حاجة من بره وكمان تقدري توفري وتعملي مشروع جميل جدا وتقدري تعملي شغل مميز بيك تمام طيب انا انا باجي هنا اهو من الاول الطول ما بيحتاجش اي اوفر مني او اي حاجة واعملي بصوا زي كشكشة كسرات اهي على وش القماش على وش القماش بتدي شكل حل الفكرة بسيطة جدا والتنفيذ ابسط وابسط وغير مكلف تماما اهو شايفين كشكشة شكلها رائع طرحة دي مناسبة جدا تنفع صوريه اه باللون الابيض تنفع للمدرسة باللون الاسود تبقى طحفة ورائعة انا عندي اه طول الاسود كتير لكن لو انا صورته للأسف مش هيظهر شايفين شايفين الكشكشة بتاعت الطرحة شكلها اكتر من رائع نكمل مع بعض التزيين ده حاجة خاصة بيكي يعني تقدري تعملي من الكورنيش ده صفين او تلاتة او حتى اربعة فوق بعض بشكل حلو تقدري تعمليها بدون كورنيش خالص تقدري تقدري تقدميها هدية اهو زي ما انتوا شايفين اهو ويعني خليكي شطرة في محلات بتبيع الحاجات دي كده بواقي يعني بيقول لك انا عندي شوية بواقي من الطل جمعيهم كلهم بيوزنهم لك بالكيلو او بيوزنهم لك بسعر اقل طبعا من انه يقصلك من التوب تمام? الطل ده موجود في محلات بيع الخردوات اه دوات الخياطة او محلات القماش اللي بتبيع الحاجات السورية تمام? شايفين شكل طرف الطرحة اهو ده كده الطرف بتاعها هوريكو دووقتي شكلها في اللبس شايفين الطرحة وطويلة كمان زي ما انت عايزة شايفين الشكل ده مش محتاجة اكلف اي حاجة او اشتري اي خامة غالية اهي زي ما انتم شايفين وتقدري تعمليها باي شكل يعجبك انتم محترفات ومبدعات دايما في اللفات الطرح شايفين كمان من وره اهي مدارية مساكرة مباش اي حاجة اللفة اللي تعجبك تقدر تعمليها زي ما انت عايزة اهي شكلها حلو جدا بسيطة مش مكلفة ابدا 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 تقدر تعملي من فسيخ شربات تقدر تلمي الاسائيس وتجمعيها اللي عندك تعملي بها اي حاجة وانت قاعدة فاضية هتخترعي هتبداعي هتكوني محترفة ان شاء الله ما تنسوش تعمليني لايك تشيروا الفيديو ادعمونا القناة بتاعتكم واسبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة